في كل تصريح جديد باتت إيران تهدد بالمزيد من الإجراءات للتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي وفي كل مرة تشترط حصولها على الحماية من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق فرنسا وبريطانيا وألمانيا فطهران تسعى في شتى الأشكال لتجنب التداعيات السلبية على اقتصادها من العقوبات الأمريكية إسرار إيراني يحرج أوروبا ويهدد مصير الاتفاق النووي معنا من باريس الكاتب والباحثة السياسية سيد محمد كلش أهلا بك سيد محمد معنا على سكاينيوز عربية في برنامج قضايا راهنة سيد محمد هذا توقيت يعني مختلف عن كل ما كنا نتحدث عنه في الفترة الماضية الآن إيران تقوم بابتزاز حقيقي للدول الأوروبية أمام دول الأوروبية أيضا هي عاجزة أن تفعل أي شيء لتجاوز طبعا العقوبات الأمريكية عدى الآلية التجارية التي تم تفعيلها كيف تنظر للموضوع أنت؟ ما مستقبل هذا الأمر؟ يعني عمليا الاتحاد الأوروبي اليوم يتصرف ليس كمعني بهذه الأزمة بقدر ما هو الوسيط فيها بين البيئات المتحدة الأمريكية وبين إيران البيئات المتحدة الأمريكية تشدد من مواقفها وكان الموقف الأخير العقوبات ضد محمد ظريف وزير الخارجية الإيراني وهنا انكفأ الاتحاد الأوروبي عن هذا الإجراء وبما يشبه التحدي لترامب قال أنه سيستمر في الحوار مع ظريف نفهم من ذلك أن الاتحاد الأوروبي ينحو ناحية الوساطة ناحية الديبلوماسية أكثر أي كلما شدد ترامب شددت البيئات المتحدة الأمريكية من خناقها على إيران كلما اتجه الاتحاد الأوروبي أكثر أو صرع الخطة أكثر باتجاه التوصل إلى حل ديبلوماسي لهذا التحدي المتمدل إذا جاز القول بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران إذا قلنا أن الاتحاد الأوروبي هو الوسيط أكثر ما هو المعني كما قلت بداية نحن في هذا السياق ذاهبون إلى مسافة تكبر أكثر وأكثر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الموضوع الإيراني لكن هذا لا يعني أبدا أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إيران في توجهاتها بالنسبة إلى الاتفاق النووي الإيراني الخروقات الإيرانية لهذا الاتفاق لكن سيد محمد بالنسبة للاتحاد الأوروبي دعني أتداخل معك في الأفكار سيد محمد قبل الاسترسال سيد محمد نعم كثير من الأسئلة التي توجه اليوم للجانب الأوروبي سواء ألمانيا بريطانيا فرنسا وهي الدول القيادية في الاتحاد الأوروبي إلى الآن لماذا هي بقت في الاتفاق النووي رغم خروج الولايات المتحدة الميزان التجاري لها مع الولايات المتحدة أكبر وأشمل وأكثر عمقا يعني هي ربما تخاطر بخسارة الجانب الأمريكي لماذا تعتقد بقت هل هو قرار سيادي هل هو له رسائل سياسية أم أنها فعلا تعتقد بأن هذا الاتفاق النووي هو يعني الأفضل ما تم حياكته وتوقيع عليه لضمان سلمية طبعا المشروع الإيراني النووي نعم ما يخيف الاتحاد الأوروبي في كل هذا في هذه الأزمة ما يخيف الاتحاد الأوروبي هو حصول المواجهة إذا حصلت المواجهة ستكون كارثية على كل المستويات ستكون كارثية على مستوى قطع العلاقة علاقة الرقابة داخل إيران على مشروعها النووي ويمكن بالتالي أن تذهب إيران أكثر باتجاه صناعة القنبلة النموية خلال فترة زمنية كما يقول عدد كبير من الخبراء خلال سنة يلزمه على الأقل سنة كما يقول عدد كبير من الخبراء لكن أيضا المواجهة مع إيران إذا حصلت المواجهة ستكون المواجهة عبر القصف والقصف المتبادل عبر الصواريخ وعبر الطائرات مثلا لن تكون حربا لدخول إلى الأراضي الإيرانية وبالتالي إذا حصلت هذه المواجهة فإنها ستستمر طويلا وستنتهي بعد طول مدة بمفاوضات وفي هذه الأسناء ما بين وقت المصروف على المواجهة ووقت المفاوضات وفي غياب الرقابة على التصنيع النووي الإيراني داخل إيران تكون لربما إيران قد صنعت قنبلتها النووية هذا ما يدفع بالاتحاد الأوروبي إلى خوض المفاوضات الحوار إذا نحن نخوض حوار لاتحاد الأوروبي يخوض حوار وليس مفاوضات يخوض الحوار مع ظريف ومع روحاني عبر رئيس ماكرون تحديدا في هذه الفترة لكن من تعتقد هو الذي كان أصح في المقاربة بالنسبة للجانب هل هو الجانب الأوروبي أم الجانب الأمريكي الأمريكي تخلى عن هذه الاتفاقية الآن الأمور أكثر تعقيدا الجانب الأوروبي يلتزم فيها ولكنه لا يستطيع فعل أي شيء بدون الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عادت على إيران وبشكل كبير أثناء طبعا فترة الرئيس ترامب نعم هذه العقوبات مستمرة والحوار هذا مع الإيرانيين الحوار الأوروبي مع الإيرانيين هو طبعا حوار مع الإيرانيين لكن أيضا مع ترامب ماكرون يجري حوارات مع ترامب وفي نفس الوقت مع الرئيس روحاني اتصل بروحاني أربع مرات خلال شهرين الجمعة الماضي اتصل بترامب هذه الحوارات مستمرة لكنها تضمن بقاء الرقابة على المشاريع النووية داخل إيران هذه فضيلة هذه الحوارات الأوروبية مع الإيرانيين حتى هذه اللحظة يبدو أن الإيرانيين يعولون على أو يرهنون على الوقت على الانتخابات الرئاسية المقبلة من الآن وحتى سنة أو أكثر أو أقل بقليل يمكن أن يتحملوا هذه الخسائر التي يتحملونها اليوم هم يعرفون أن إيران في كل الاحتمالات هي خاسرة بوضعيتها الحالية ويمكن أن تخسر أكثر في حال حصول المواجهة ما يمكن أن يؤشر إلى حصول مواجهة هو إطباق الخناق شديدا على إيران بشكل يشبه إلى حد كبير صورة القطة التي تحاصر في زاوية الغرفة وهي تعرف نفسها خاسرة فتقوم إلى الإنقضاض لأنها إذا انقضت خاصية خاسرة وإذا بقيت في مكانها خاسرة هذا ما يتخوف منه الأوروبيون وهذا ما يبرر استمرارهم وتمسكهم بالحوار مع الإيرانيين طيب أشكرك أنا معي من باريس الكاتب والباحث السياسي سيد محمد كلش شكرا جزيلا لك